موسيقى صباح الخير للكيل يوم جديد من عالم الصباح اليوم 22 تموز 2015 يعني عادة لازم نبلش نكون كتير مبسوطين نكون ايجابية نكون عم نتسم به هالنهار دايما بس نكون عم ننطلق به عالم الصباح ولكن ليه يعني انه في كتير اسئلة منحب نطرحها نحنا على نفسنا في كتير قصص هيك منتحسر عليها بلبنان منقول انه طيب بكفي ما في رئيس بكفي ما في كتير قصص بكفي ما في حقوق بكفي ما في امكان امان بمطرح من المطارح بكتير مطارح كمان الزبالة يعني انه لهونه بس انه بفهم اول يوم ما بتقطع تالي نهار بس انه خلص يعني ما في محل نحط السيارة بنصف السيارة لمطلع على البيت ما في مطرح ما في مطرح نتمشى صرنا على التروتوار حتى هيك نشمها ونضيف كمان يعني بدنا نعيش شوي بكرامة ما فينا نوصل لمرحلة انه كمان الزبالة والنفايات تغمرنا ما بعرف شو بدو يكون الحال ما بعرف كيف بدأت تنحل الأمور بس اللي منعرفه انه ما بق يحمل الوضع اكتر من هيك يعني انشاء الله يا رب تنحل الازمة كتير بسرعة وانشاء الله يعني نبلش بي حل واحد من هالمشاكل اللي عم تقطع حولينا واللي عم نعيشها يوميا نحنا كشعب لبناني والبشيع انه كمان فتنا بموسم الصيف وفي كتير صواح بدون يجوا على لبنان ما بدنا نستقبلون مع الزبالة كمان مش بسمع عنا رئيس وزبالة بالطرقات ما عنا شاف اليوم لوقت محدد مش كل الوقت يعني بوجور شاف نتوا على التليفون نتوا بالبيت اذا سمعنا بس انه ما في شاف شاف يعني مش حلو المطبخ يكون فاضي مش حلو اني قلع وحدة بس انه قلعت وحدة بس بعد شوية رح يرجع ينضم لان الشاف فريد ومع كمان اكلته الطيبين فاكيد انتم موعودين اليوم باطباء طيبة انطورونا اما هلا خلنا نعمو جولة سريعة حتى نشوف شو تتضمن حلقة اليوم بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن السولاريو مسيئته مع ريوة بيع سحة السلامة التياب اللي بتليم شكل جسمك مع لمة بيشوفي ضيفتنا بتعرفنا على تصاميم ارتزانة الهدى حلقة خاصة عن بيتر سالرز مع غيدة بسنما لعفقات الضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة مع غسان وصعب كتير ورشة ملح مع الشيف فريد على شيخ المحشي امننا الغداء في شخ المحشي مش رح نبكي انيوي رح نكفي اكيد دا معكن بكمانا سؤال فيسبوك اللي طرحته على سوشال ميديا الخاص بيعالم الصباح واللي هو اذا انتو بتقامنوا برقم حظ بما انو هيك هيك يعني نحنا الحياة مش ضابطة بهالفترة وكل يوم نسمع شي بالشعبار كيف نتأمل نقول انو بيه ارقام او في اذا عنا حظ بنقامن فيه ام لا هل انتو عنكن رقام معين بتقامنوا فيه او بتحسوا انو الحظ دايما بيكون الى جانبكن مع هيدا الرقام فقولوا لي شو رقمكن وبعدين انا كمانا بخبركن شو رقم لانو انا كمانا بقامن الحظ بيه لارقام الحلوة خلا ننتقل هلأ مع كارمن والابراج لنشوف اول فقرة معنا ونشوف حظوظنا لليوم واذا اذا بتنحل او ما بتنحل او تفرج او لا تفرج بصبحكم بالخير اليوم الاربعة 22 تموز يوليو اليوم الامر مرافقنا من برش هوائي برش الميزان اليوم وبكرة الاجواء صارت افضل واحلى للابراج الهوائي موالي برش الميزان ايضا الجوزاء وكذلك الدلو كيف رح بتكون ابراجنا اليوم نبدأ مع اول برش برش الحمل مطلوب منك اليوم مولود برش الحمل اقصى درجات الحيطة والتمهل والهدوء والرواء لانه معقول اليوم يصير فيه شوية تعب وشوية مشاكل او يصير فيه عندك نوع من طباع متقلبي فاطول بالك وعدل العشرة بشكل خاص اذا كنت من موليد 10-11 نيسان ابريل ننتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور الاجواء اليوم بتحملك شوية عجقة شوية ضغوط مهنية او اجتماعية احتمال ايضا يكون عندك بعض التعب الجسدي او الصحي راعي هذه الظروف راعي ظروفك الخاصة وحاول يمكن اذا بدك حدا يساعدك شوية من العائلة من الاخوة لبينما تشهل بيظلوا المولود الاكثر تعبا نسبيا 18-20 ايار مايو ننتقل لبرش الشوزاء بالنسبة لبرش الشوزاء بتنبسط اليوم وبتفرح وبعتبر انه هيدا نهار هو من اجمل ايام الشهر فيك تعتمد على هيدا نهار لحب تتخلص اعمالك الصعبة والمعقدي ما تقعد مكتف ايديك اليوم وبكرة من افضل الايام الانشاط 11-11 حزيران يونيو بنكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان وجود الامر ببرش الميزان يلي هو البيت الرابع بالنسبة لقلك هو بيتك هو الهدوء اللي انت بتبحث عنه هو الرواء اللي بتدور عليه هو اخر النهار اللي انت فعلا بتركض لقله لحتى تقعد تستريح وترجع تشحن ذاتك بطاقة ايجابية لتكمل في الايام التالية اليوم هيدا هو الامر هذا ما يعني لقلك الامر وبالتالي الاجواء اليوم فيها تكون بتحمل شوية تعب فيها بتحمل شوية حنين وفيها بتحمل شوية عتب على اقرب الناس لقلك يلي لازم يكون حذر جدا يبعد عن السرعة كليا 10-13 تموز يوليو بنكمل مع برش الأسد بالنسبة لعبرش الأسد اليوم بدك تنتبه من الالتباس الناس التباسات اليوم الناس معقولة تفهمك غلط معقولة امتى تقدم حالك بطريقة غلط يعني اليوم في شوية كركبة بالأفكار وبطريقة التقديم حتى امتحاناتك لقاءاتك اجتماعاتك فكر منيح قبل ما تحكي أو تكتب بيضلوا الأكثر حظا نسميا 17-19 أب أغسطس ننتقل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء الأجواء اليوم داعمة لألك بتشجعك بتخليك تتقدم بتخليك تتغير أمور على زوءك ورح تكتشف اليوم أنه في صديقة أو أصحاب أو جهة معينة دعمتك 100% اليوم نهار بيرفع المعنويات والأكثر حظا 23-24 أب أغسطس ننتقل لبرش الميزان مولوبرش الميزان اليوم وبكرة فينا نقول أنه نجمك قوي وعن بيدعمك احتمال بين اليوم وبكرة تسمع جواب نعطره من فترة فيكون هالجواب الليه علاقة أو يتعلق بمسألة مهنية أو اجتماعية في تقدم في صفحة جديدة ناظرتك يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي 25-26 أيلول سبتمبر منكمل مع برج العقرب اليوم فيك تقول هاي مرحلة انتظار بدك تقعد وتنطر شو بدك تنطر يمكن مش ناطر شي لكن هيدا نهار غير مناسب بتايتا لحتى تكون انت عم تنطلق بمرحلة تنفيذية يعني اليوم ما لازم تاخد علاعاتك تنفيذ مسألة عمل شغل أو أخذ قرار اليوم وبكرة بدك تقعد تنطر تنتبه من التأخير تنتبه على غراضك ما يضيعه في شوية تشويش بالأجواء بعد عن المشاكل سفر سنة الأقل حظا 2021 نوفمبر 2022 منكمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس نهار يدعمك نهار في صدقات نهار في دعم لك نهار حلو بتلاحظ انه انت ممنون وبتكون ممنون بالنتيجة لشخص أو جهة معينة دعمتك ساعدتك وقفت لجانبك ووضحت الأمور عنك أجواء حلوة لحتى تختلت بالناس أما الأكثر حظا 11-13 كانون الأول ديسمبر ننتقل لبرش القوس مولو برش القوس اليوم هم الأيام الصعبة المهمة جدا يلي ما في حل وسط فيها يأما تبهدل حالك يأما فعلا تتميز عن غيرك نهار استثنائي نهار متعب مرهق وكأنك قاعد بامتحان من أول نهار لآخره وبيمتد هالجولة بكرة أيضا الأقل حظا 4-5 كانون الثاني يناير ننتقل لبرش الدلو مولو برش الدلو اليوم في فسحة حلوة من الأمل حتى أنت تعرف تستغلها وتوظفها لصالحك أجواء حلوة بتدخل على حياتك شيء جديد بتدخل أمل حلو الجو صار مشرق أيامك حلوة اليوم وبكرة وحتى بتنفع هالظروف الموجودة اليوم بتنفعك لحتى تزبط مسألة مهنية أو استشفائية 19 رشباط في إبراير الأكثر حظا عفوا منكمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت مر عليك يومين ثلاثة مربكين صعبين اليوم بدك ترجع نوعا ما على السكة الصحيحة على المسار الصحيح وتعتذر أو تتراجع عن الأفكار اللي صدمت الآخر على جواء اليوم بتسمح لك إنك ترجع تضبط أمورك ترقعها تضبطها تفرح معن ويمكن حتى تشارك ببعض الأدوار الإدارية مع ليش اليوم هو نهار شغل 14-19 أدار مارس الأكثر حظا بختم مع مولود اليوم بانتظار مولود اليوم سنة حلوة سنة مهمة بتتركز فيها أو بتتركز فيها الأدوار والأضواء على أمور شخصية عائلية يمكن حتى كمانا تكون صحية هذه السنة ممكن تنقل فيها من بيت إلى آخر أو تحتفل بحدث حلو بحياتك الشخصية تموز يوليو نوفمبر 22-19 أدار مارس سنة أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا لك كارمن رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها من كفع عالم الصباح بس في سؤال عن جد مش عم بيروح أو في تساؤل أو في ما بعرف كيف في عالم عم تاخد سلفي مع الزبالة أنه كيف يعني ناس بتصبح نزلح أنه صورتها على الفيسبوك أو على وتفر يعني سوشال ميديا ومصورة حالة مع الزبالة أنه مبسوطين أو أنه بريك ومنرجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر